من حوالي أسبوع بالزبط أبرام الدولة التركية اتفاقية مع دولة الصومال في مواجهة دولة أسيوبيا من مقتضى الاتفاقية دي يصبح لتركيا السطوة الكبرى والهيمنة على مقدرات الأمور في قلب دولة الصومال ومن ثم الهيمنة على البحر الأحمر من المنطقة الجنوبية ومن ثم الهيمنة على الملاحة في قلب قناة السويس لحظتها احنا كنا نشرنا حلقة في حينها وقلنا بالحرف الواحد وسألنا ازاي العالم وبالزاد في أفريقيا ازاي مصر ملتزم الصمت ازاء مثل هذه الاتفاقيات تعتبر بمثابة كارسة يعني انتوا عارفين يعني ايه ان دولة تركيا تدخل دولة الصومال بحيث انها تبرم اتفاقية عسكرية بمقتضاها تسيطر على الصومال بدعوة ان هي بتدعم الصومال في مواجهة اي تهديدات من قبل دولة أسيوبيا معنى ذلك ان كنت سيطرت على منطقة الساحل كلها بلا استثناء معنى ذلك انت اصبح لك قواعد عسكرية غير عادية في قلب المنطقة الجنوبية معنى ذلك انت هتتحكم في المنظومة في قرة أفريقيا كلها بحرا وجوا احنا تسألنا وطرحنا كل التساؤلات ديك وسألنا حتى كمان لحظتها هو محدش واخد باله من الاتفاقية ديك ها هي الاوضاع تتحدث عن نفسها منذ ساعات قليلة بدأت وسائل الاعلام الدولية تناقش نتائج هذه الاتفاقية وتدق أجراس الخطر بنفس الطريقة اللي احنا دقينا بها أجراس الخطر من حوالي أسبوع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضرتكم معكم أحمد عبدالهادي من قناة مصر وكأن قدرنا في قناة مصر ان احنا نسبق الأحداث وندق أجراس الخطر قبل أن يدقها الجميع من حوالي أسبوع وقعت تركيا والصومال اتفاقية دفاعية واقتصادية مدتها عشر سنوات ليه بقى؟ لأن دولة أسيوبيا أبرمت اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي إقليم أرض الصومال كان جزء من دولة الصومال إلا أنه سنة 1991 مجموعة من الانفصاليين انفصلوا بالإقليم ده وقالوا احنا الأساس لدولة الصومال وبالتالي احنا مش عاوزين نستمر مع دولة الصومال وإحنا دولة مستقلة وأعلنوا عن تدشين دولة صومالي لاند أو أرض الصومال من سنة 1991 حتى اللحظة الراهنة بيحاولوا أن أي دولة تعترف بهم كدولة شرعية إلا أن ذلك لم يحدث والأمم المتحدة لم تعترف بهم دولة أسيوبيا فجينا بأن هي أبرمت اتفاقية مع إقليم الصومال ده بمقتضى الاتفاقية دولة أسيوبيا تتأجر عشرين كيلو متر جنوب البحر الأحمر على ميناء بربرة بمقتضاها تنشئ قواعد عسكرية وتتحكم في كل حاجة في البحر الأحمر وتتحكم في الملاحة في البحر الأحمر طب إزاي؟ هو كده مقابل الاعتراف بأرض الصومال كدولة شرعية دولة الصومال اتجننت يعني طيب أعلنت وكشفت السطار أن أسيوبيا أبرمت معاها اتفاقية بمقتضاها يكون لدولة أسيوبيا أربع منافذ على البحر الأحمر تشتغل عليهم على المستوى التجاري إلا أن دولة أسيوبيا ترجعت عن الاتفاقية ديت وراحت لتبرم اتفاقية مع إقليم الصومال الانفصالي أبي أحمد رئيس الوزراء الأسيوبي قال لا يا جماعة بص ما تخافوش مني ده أنا بس كل ما هنالك أن أنا عاوز منفذ بحري عشان أصدر واستورد منه بس دولة الصومال ردت عليه وفندت الكلام بتاعه وقالت أنت كدب في أصل وشك لأنك أنت سبق وأبرمت معايا اتفاقية وديتك أربع منافذ مش منفذ واحد على البحر الأحمر لكن اشترط أنك أنت يكون لك منفذ اقتصادي الأربع منافذ تكون اقتصادية وتجارية ملهاش علاقة بالقواعد العسكرية البحرية ومن ثم كل كلام وتصرحات أبي أحمد رئيس الوزراء الأسيوبي كلها بشينك يعني فضي مجالس فجينا أن دولة الإمارات هي اللي وقفها وراء الاتفاقية بتاعة أسيوبيا وإقلم أرض الصومال معنى ذلك إيه؟ السيطرة على مقدرات الأمور والملاحة البحرية التي تمر من خلال البحر الأحمر رايح جاي وبالذات اللي رايح وطلع على قناة السويس بعدها كان هناك مباحثات ما بين الرئيس المصر عبد الفتاح السيسي وما بين رئيس دولة الصومال إن أي اعتداء على أمن الصومال بمثابة اعتداء على أمن مصر وده فعلا مظبوط لأن أي حد هيتحكم في الملاحة جنوب البحر الأحمر معنى ذلك أنت بتتحكم في الملاحة بتاعة قناة السويس وليس أدل على ذلك من أن ذلك الذي يحدث في قلب جنوب البحر الأحمر من خلال التحالف اللي بتقوده أمريكا جنوب البحر الأحمر 60% من السفن اللي كانت بتدخل قناة السويس بدأت تلف من على رأس الرجاء الصالح ابتعدت عن قناة السويس وضربوا الملاحة في قناة السويس الرئيس عبد الفتاح السيسي أبرم مباحثات مع رئيس الصومال والاتنين اتفقوا أي اعتداء على دولة الصومال بمثابة اعتداء على مصر إلا أن رئيس الصومال أعلن وقل بالحرف الواحد لا يمكن بأي حال من الأحوال أننا نخوض حرب في مواجهة أثيوبيا لا 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 يعني إيه حالتها يعني فض ونفض إيده من الاتفاقية التي تم إبرمها مع مصر بعدها بأيام قليلة فجئنا بظهور تركيا بموجب الاتفاقية التي تم توقحها ما بين تركيا والصومال تساعد تركيا في الدفاع عن سواحل الصومال المطلة على البحر الأحمر يعني جيش تركيا هيكون موجود جنوب البحر الأحمر والمساهمة في إعادة بناء السلاح البحري الصومالي وتطوير قدرات الصومال والإمكانيات بتاعتها لمكافحة الأنشطة غير القانونية في مياهها الإقليمية ومواجهة أشكال التدخل الأجنبي يعني تواجه دولة أسيوبيا المحلل السياسي محمد جيس اللي بيرأس معهد رعد لأبحاث السلام وده مركز بحس مقره الصومال قال إن الاتفاق الجديد ده ده رجل صومالي أهو الاتفاق الجديد ده سيؤدي لسيطرة تركيا على الصومال وده بينزر بحدوث الكثير من الخلافات واشتعال المنطقة وقال إن الصوماليين حسين بقلق بالغ إذا امتلاك تركيا هذا النوع من النفوذ والقوة العسكرية في منطقة القرن الأفريقي معنى ذلك انت وضعت المنطقة كلها فوق بركان سرعان ما يوشك أن ينفجر واصبحته بتهدد مصر بتهدد أسيوبيا وبتهدد منطقة الساحل كلها حضراتكم عارفين حيث يضع رجب طيب أردوغان رئيس تركيا الأقدام بتاعته نكتشف أن فيه مشاكل وتدمير وخراب مستعجل الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود كان قال قبل كده أن الاتفاق مع تركيا بيتعلق فقط بالتعاون ما بين الصومال وتركيا في مجال الدفاع البحر والمسائل الاقتصادية شوية حاجة بسيطة كده يا بوحة في المجال الدفاع والاقتصادي طب أنت عاوز أكتر من كده يعني معنى ذلك ذلك الذي يحدث في دولة ليبيا هيحدث أيضا في قلب الصومال وفي قلب البحر الأحمر ولا يهدف بأي حال إلى إثارة الكراهية أو نزاع مع أي دولة أو حكومة أخرى ولا يستهدف النزاع مع أي دولة أخرى طب كنت أنت تستمر في الحالة دية مع مصر والمصلحة مشتركة على الأقل المصلحة ما هيش مشتركة مع رجب طيب أردوغان يعني ظهور رجب طيب أردوغان بهذه الشاكلة في قلب الصومال أسخم وأضل سبيل من ظهور أبي أحمد رئيس الوزراء الأثيوبي في قلب منطقة أرض الصومال لأنه رجب طيب أردوغان ما أسخم من ستة لسيدة على رأيي المصل المصري طبعا الاتفاق ده بيعزز الدور التركي كلاعب إقليمي رئيسي في الصومال ومنطقة القرن الأفريقي خاصة في ظل وجود قاعدة عسكرية كبيرة في الصومال وتعاون اقتصادي قوي فضلا عن قيام تركية بتدريب الألف من عناصر الشرطة الصومالية يعني السيطرة على الصومال قلبا وقالبا النفوذ التركي المتزايد في الصومال بيثير بواعز قلق إزاء التداعيات بتاعته على المنطقة ومستقبل المنطقة شوفوا بقى حضرتكم عقدة موليفية كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا اجتماعات منفصلة في قلب أسيوبيا مع رئيس الوزراء أبي أحمد وفي قلب الصومال مع الرئيس حسن شيخ محمود وقالت إن أمريكا عاوزة تقرب ما بين وجهات النظر وبعضيها عشان كله يرجع لكله يا جماعة ما ينفعش الكلام ده لمجرد مرجب طيب أردغان ظهر في قلب دولة الصومال معنى ذلك إنها هيحصل صدام مصالح ما بين تركيا وما بين الولايات المتحدة الأمريكية فأمريكا بتحاول إن هي تعمل على رقب التصدعات ما بين أسيوبيا والصومال وقالت المنطقة لا تستطيع تحمل المزيد من الصراعات عشان كده إحنا بنشجع كل الأطراف على تهدئة التوترات اللي أثرتها مذكرة التفاهم اللي وقعتها أرض الصومال وأثيوبيا بعد التحليلات بتميل إن رجب طيب أردغان تحرك في قلب دولة الصومال بالتنسيق مع مصر لا أعتقد ليه؟ يعني إيه؟ أمسك القط مفتاح الكرار يعني إيه؟ مفتاح الكرار اللي هي قوضة الكرار اللي هي القوضة اللي بتحط فيها خزين الأكل بتاع المصريين قديما فكان ليها مفتاح المفتاح ده كان بيكون مع ربه البيت سواء إذا كانت الزوجة أو الزوج فيقول لك مين اللي معاه مفتاح الكرار يا جماعة؟ يقول لك الحجة فلانة أو الأستاذ فلان الفلاني ده اللي معاه مفتاح الكرار اللي هو خزين الأكل فالقطط كانت دايما بتحاول تتصرب من وراء أهل البيت وتدخل من تحت عقب الباب أو من الشباك وتاكل وتخرب الخزين بتاع الأكل فتخيل أنت بقى لما تقول للقطط خد المفتاح بتاع غرفة الخزين اللي هي بتاعت الكرار فمن هنا جه المثل المصري يقول لك مسكوا القط مفتاح الكرار يعني إذا كان حميها حرميها إذا كان اللي بيخربها هو اللي مسك المفتاح فأنتوا تتخيلوا أن مصر من الممكن أن هي تكون منصقة مع رجب طيب أردوغان في سبيل أنه هو يدخل عشان ما تعملش صدام مع أمريكا وأثيوبيا مثلا طبعا ما أعتقدش إلا أن رجب طيب أردوغان من الشخصيات التي لا يؤتمن جانبها بالمرة وبالتالي تنطل يمين أو شمال بتكتشفوا حضراتكم أنه هو بيخرب وبيضمر قادة تحليلات على المستوى الدولي تأثيرات الاتفاق التركي الصومالي على أثيوبيا والقرن الأفريقي التأثيرات متنايلة بستين ألف نيلة ووضع المنطقة كلها فوق بركان زي ما قلت لحضراتكم ودية كارسة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى بتدفع المنطقة كلها طبعا لمنطقة خطر وكارسة لأنها ممكن تولع ما بين لحظة والتانية تضاربوا المصالح من كل الاتجاهات أصبحت الدولة المصرية محاصرة من كل الاتجاهات ليبيا غربا جنوبا أثيوبيا هي على مستوى الملاحة الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولة بتاعها اللي موجود في قلب منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى رجب طيب أردوغان إيكش يا رب يخلصوا على بعضيهم خلال فترة وجيزة جدا عشان نستريح من القرف ده كله اشتركوا في القناة